اشتركوا في القناة ايه قبل ما ادخل على التوقعات ان شاء الله في حلقة الغد رح يكون فيه لهو عن الكسوف ودرجته بأثر على مين تأثيراته على جميع الابراج ايش اللي تحتاطوا منه في خلال الايام اللي جاية وخصوصا مع الكسوف اللي رح يصير فعشان هيك حبيت انوه انه بكرة ما تضيعوا حلقة الغد لانه رح يكون فيها معلومات كثير مهمة هل نروح على توقعاتنا طبعا زي ما حكينا توقعاتنا اليوم الخميس القمر ما زال موجود في منزلة الغفر وهي الكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة من مساء اليوم تسعة طبعا رح ينتقل في هذا الوقت اللي هو عشرة وتسعة وثلاثين بتوقيت جرينيتش مساءا لمنزلة الزباني ورح يفضل طول اليوم فيها وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل أما بالنسبة طبعا للقمر بما أنه موجود في الميزان فهي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجينا لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومنميل الاسترخاء يجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن قد تلعب الغير الدور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وععادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح تكون زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة سبعة وواحد وعشرين دقيقة صباحا امنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعر ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر والمريخ وهي رح تكون في تمام الساعة ثمانية ونص صباحا وبتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من الزوايا البطيئة رح تكون زاوية إيجابية تسديس إيجابي بين الزهرة وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و 51 دقيقة بعد الظهر تخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابيا بحيث تتدعم وتتعزز أكثر وأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 23 و 20 دقيقة عند المغرب تقريبا مساء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة لآخر زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 10 و 57 دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في الميزان فخلو المسار القادم رح يكون يوم 11-12 رح يبدأ في تمام الساعة 12 و 56 دقيقة مساء أي بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة 51 و 58 دقيقة فجرا لا ينتقل لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل بظل على نسبته 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 المزاج سعيد بنسبة 70% القمر في الميزان حتى يوم 11-12 منتحس بنسبة 60% عطارة في القوس حتى يوم 20-12 سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 سعيد بنسبة 70% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 سعيد بنسبة 15% الثور طبعاً الأورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نبتون في الحوت سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم جديد للقيام بعمل مشترك بوسعكم توقيع عقد أو تمام خطبة أو زفاف هناك تأثير سلبي قد يكون على شكل متاعب عائلية أو مهنية أهم شيء أنك ما ترتج المواقف اتجنب الانتقادات في العمل حاول أنك تدقق بتفاصيل المعاملات والأوراق اللي أنت بتشتغل فيها برج الثور بيتراكم العمل لديكم لكن بتجدوا تعاون من الزملاء أهم شيء أنكم تمارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقدكم باكر لعملك وما تلتهي الانشغالات رح تكون كثيرة وممكن أنك ما تنجح في إتمامها بالكامل نظم وقتك وما تقصر ركز على عملك وركز على صحتك من بعض التقلبات برج الجوزاء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي هاي فترة استثنائية ورائعة بدي بتسملك الحظ وبتكون فرحتك كبيرة بتهتم باستعادة موقعك وبتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره انفراجات وأخبار سارة في هاي الفترة عاطفيا الحضوض بتدعمك في بعض المواطن فحاول أنك تستغل هذا النهار برج السرطان تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة وممكن مسألة شخصية الفترة هاي ممكن تحمل لك بعض المساريف الإضافية أو بعض الأمور اللي ممكن أنه يكون فيها بعض العركسة أو الخلافات اللي بتتعلق بأفراد العائلة برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتهاز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار تستوعب الظروف وبتتكيف معها بسهولة هاي فتر التواصل بناءة مع الآخرين تتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية أهم شيء أنك ما تضيع الفرص الأجواء جيدة ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن حاول أنك تنشط خلال هاي الفترة برج العذراء ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة بتتركز الأمور على الأمور اللي إلها علاقة بالمال أهم شيء أنك ما تقلق لمصاريف ولكن ممكن يصير فيه مصاريف طبية أو استشفائية طارئة عندك إلك أو لغيرك ناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقخ بالتفاصيل ممكن ترغب بمساعدة أحدهم وتقوم بمبادرة خيري خلال هذا اليوم برج الميزان ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد في هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الإنجازات أو تطور لافت أهمش أنك ما تهملها وكرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحظ ابتهنى باستعادة موقعك وبتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره برج العقرب ما زال التعب أو الملل ممسيطرين عليك بالفترة هاي لأن القمر في بيت المتاعب أخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود سوء التفاهم بالفترة هاي فعشان هيك ابتعدوا عن أي شيء ممكن يسبب لك أي سوء تفاهم بتخف وطيرتك وبتشعر بالملل ممكن تتأخر المعاملات أو تلغى أو تلغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة فترة سلبية جدا بدك تكون حذر لغاية بكرة الأجواء بتصير لصالحك برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا بلقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة اتجنب العناد وكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين لا تتكاسل وبادر بتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك وما بناسبك البقاء واحد حاول تستغل الفترة هاي لأنه في البكرة القمر رح يصير موجود في مكان بيت متاعبك فرح يتبلش فترة فيها نوع من أنواع صعوبة فإنجز الأعمال الضرورية برج الجدي يوم جيد للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله وبينتبه لكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم ممكن أنك أنت اليوم تقدم أفضل ما لديك أهم إش أنك ما تتهرب من المسؤوليات الموكة لإلك أو من أداء الواجب لأنك بتضر بمصلحتك بدعوك لاستثمار كل فرصة جيدة برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان لا تستسلم بالكرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك هاي الفترة من أفضل أيام الشهر وبترتفع حظوظك وربما تقوم برحلة أو تشارك في احتفال أو تناقش موضوع معين برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض بس الأهم إنكم ما تهملوا صحتكم ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض ما ممكن تناقش مواضيع مهمة وتعيش امتحانات صعبة عالج الشؤون الإدارية بدقة وبشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية وحاول تهتم بطاقتك لأنه شوي طاقة بتكون ضعيفة بهاي الفترة الأجواء تقريبا فيها بعض الحلول المالية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء